منوّرت مصر عمّا منوّر أباهلا يا ولد الحمدلّله على سلامتي ياسر الله يشلّي معك نعيما مصطفى كفّارة ياسر ألاً ما عرفت الخبر التي لازم أشوفك السجن كان موحش من غيرك استريح قلّ لي أقبار الفريق لا خلاص مانا أصبت الفريق ليه؟ يعني كفاية كده ما باش في وقت بيتحق أركز في الدراسة أكتر حلوة منك يا درش سامع؟ ماذا الجديد؟ نحن طول عمرنا نوفق بين المذاكرة والكورة حسنا، أنا لازم أمشي أجلسي قليلا، أين رايح؟ مهم أنني تطمّنت عليك يا دو بألحاس صلاة صلاة؟ أه؟ أريد أن تبحث عن دروس دين كمان؟ دروس دين؟ ما ديك معي؟ يا ما ياشر، دو مروح معي ولدي كيف تكتبت؟ جايك يا سامر أي هذا؟ هذا أول فصل من أول كتاب أكتبه أبروك يا سامر شكراً، بس أنا نفسي تجرى وتقولي رأيك بصراحة طبعاً، أنا من أشد المعجبين بكتاباتك خلي المجاملات لما تجرى، يمكن ما يعجبك أكيد هي يجبني، هو الكتاب عن إيه؟ شباب في الجامعة، حياتنا، أسرارنا، طموحاتنا، همومنا، يعني مشاكل الجيل حجي طالما عن الجيل بتاعك، ويبقى أنا أكيد مش الكتاب يمكن تكون موجود، لسه أفكر في الموضوع، وأنا أعرفه على فكرة يا دكتور، أنا راجعة للسعودية ليه؟ أجازة؟ أبوام صامي أن أرجع معه، وأنا بحاول تقبل الموضوع والله ما في شيء يقدر أسوي في إيدي بس أقدر أبعتلك باجي الكتاب على الإيميل سامر أنت ما ينفعش في تسافري ده أسوق خبر سمعته في حيتي أنا غلطت وتدهرت لبرة خليسة، خلييني أشرح لك أنا مش عايزة أشرح، هيدي حياتي كنت بحقلك تحبات نعم، يا حب شو؟ ريمة، أنا عشت كل حياتي كرميلك إذا ما فيك تتخيلي أنا شو عملت لحد يكون في عندك حيات طبيعية وبيت مستقر؟ بعرف يا مام، بس إجا البعض أنا تعيش حياتي كما أنت بدك أنا ما أتمنى غير أن تكوني مبسوطة ريمة، اسمعيني الدكتور مونير مجرد صديق مش أكتر حبي يكون حدي من بعد قصة ألبير والإشي اللي نشرت بالجرايب أنا ما عندي مشكلة يكون في شيء بينيكم يا دكتور مونير يا عمد أخيلك، بليز، وحياتك، وحياتك أنت ما في شيء بيني وبيني الدكتور مونير يا عمد؟ محياتك، حسنًا، حسنًا شكراً محسنًا، وحسنًا، أتمنى أن تتحدث بيك ومعلي غيرك شكرا